موسيقى 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 ولا انت لا يحدث يتكلم معي انه يبصلي نصف او يساعد التصوير وماشي لا اخوة اللي بالله العظيم رحت يا خال فيه غناز ما كده جالت لي يروح لأن الناس يشوفونه وخبر يروح لا لا نستنى هذا الخبر لسه شوية لانه لو متعشمين زيادة خليهم كده مبسوطين مبسوطين لحد ما يجوا عندنا ملعب الاتحاد حاجة في قمة العظم ارسنل بيضيع نقطتين كمان بنفس الطريقة ونفس الاسلوب بديجافو يعني ايه بتفرج اللي هو ايه ده بتاع الاسبوع اللي فات لا ده غير الاثنين اثنين بتاع ليفر بول عشان يبقى اربع نقطة ينهولك على امال الدوري الانجليزي واه يا سي دي حلقة انجلترا هنتكلم فيها عن الماتش بتاع ارسنل ونتكلم فيها عن ابرز الاعتصف الدوري الانجليزي ولكن غير كده ما عنديش انا مش طاق نفسي ونبص ليش وبعدين يا اخوة اكلمك في ايه في الدوري الاسباني اللي برشلونة راح تتعدلت فيه مع ختافي وثالث اسبوع على التوالي لم تسجل اي اهداف على امل ان ريال مدريد توصل لحاجة ولكن يبقى الفرق 11 نقطة انسونا بقى جماعة ولا برشلونة عايزة تلعب ولا احنا عايزين نتكلم خلاص ريال مدريد عندها سكتها في نهاية الكاس وعندها سكتها في ربع نهاية دوري الابطال والسكة اللي هم محطوا فيها رجليهم اليمين كمان في نص النهاية اما في ايطاليا فبيستهبلوا نابولي بتعمل لهم اصارة وتشويق بتحول تتعادل مع حيلاس فيرونا بنتيجة سلبية الميلان والانتر بيتعثروا انتر بيخسر من منزا منزا واحد صفر والميلان بيتعادل مع بولونيا واحد واحد والنبي ده دوري عايزين نتكلم عليه بايرن حاول يشعل الدنيا وتعادل مع هوفنهايم في نتيجة كانت صادمة جدا وقلنا فرصة ان تخل كمان يقع في الدوري ودورتموند يركب مرة تانية تلاقي ان فعلا دورتموند استفاد من الدرس جدا ففي اول شوت الراجل بيتقدم على شتوتجار 2-0 بيقعد بالنتيجة الى 2-2 في ديئة 85 ويفاجئنا ويقولك لا مش يسيب الدوري يديع والفرصة الزهبية تروح من بين ايدي ويحرص هدف في ديئة 90 عشان يتعادل في ديئة 97 ثلاثة ثلاثة ويقول بايرن قصما بالله مااخد الدوري منك ابدا فاسمكم اللي بيحصل خلونا في الدوري المشتعل بحق وحقيقي خلونا في الحسابات خلونا في الجديات والدوري اللي قرب يروح لسكة الستي ولكن حتى الان حسابيا مراحش في اي حتة فخلونا يا رزيع نتكلم عن كل تفاصيل هذا الاسبوع من الدوري الانجليزي ونركز على ابرز ما حدث وبالتأكيد هو المطش اللي وقعنا فيه اعملوا لايك للحلقة دي وسوني وصبروني على الدوري ان شكلي مش عشي امه الموسم ده تابعونا على الفيسبوك وانستجرام وتيك توك كل البروفيالات الشخصية بتاعتي موجودة وبروفيالات ارزع برضو هتلاقوها تحت ويالله عم سعيد بدون اي كلام لو سمحت دخلنا في الحلقة بسرعة اهلا بكم ارزع في حلقة جديدة من حلقات راسع أوروبا اش عارف اجبالكو ازاي بس حتى الراعي الرسمي للحلقة قرر ينكد علي الاسبوع ده المصايب لا تأتي فرادا فموقع العيب مصر موقع الكرة اللي بكلمكم فيه كل اسبوع يقولوني المسابقة اللي كنا عاملنا اللي انت قلت عليها في الاسبوع اللي فات انت وممضوح نصر الله الخمسة الفائزين بسم الله ما شو الله اللي فازوا كان منهم ثلاثة من عند ممضوح نصر الله انا من عندي اتنين بسألوا اللي اتنين من بره طب انا اعمل فيكم ايه ابني اتعاني في الماطش وانتو تتعانوني في المسابقة انا امشي واسعام سعيد ولا اروح فين عمتا مبروك للفائزين اللي فازوا معنا اللي ساميهم معروضة على الشاشة ولكن اتكرر الراعي رسمي يقول لي طب ما تقولهم على لعبة تانية الظهر انهم مش ماشيين معاك في اللعبة دي قلتلهم دي اهم لعبة اللي احنا بنتكلم عليها قالوا لي لا خلاص بقى تابعهم في الستوريز ولكن تكلموا من النهاردة عن مسابقة اخرى تماما فخلولي اكلمكم عن لعبة الملعب اللي موجودة برضو في موقع العيب مصر اللي بيشمل اكتر من لعبة كل بساطة اللعبة دي بتخش تتسبق فيها مع منافسين اخرين وبيبقى ليك عشرين ثانية تحدد فيها مكان الكرة والمكان الاقرب واللي بيجاوب اسرح هو اللي بيفوز في الاخر بالنقط كلها هسيب لك اللينك في الدسكريبشن عشان تعرف اكتر عن المسابقة وتلعب علعاب مختلفة كتير وهبقى تابعكم زي ما قلتلكم عن المسابقة الاسبوع ده عندي في الستوريز فلو عايزين تعرفوا عليها اكتر ما تنسوش تتابعوني تحت اما خلونا نخش على الدوري الانجليزي فهتلاقي ان السيتي بسم الله ليستر سيتي مخدش في ايده غلوة هم السنة دي اصلا ملالقين لالاية اللهبل فلما يخش عليهم جورديولا اللقرع بلي بيعملوا في العالم دلوقتي هو في مرحلة اللوش اللي هيجي جنبه اجعفر العمضة في الحارة لا بص كله هيتمسخر كله هياخب بالتلاتة بايرن بقى ليستر سيتي كبير صغير بص دكتور على نفسك برا يا كلب ادهم ثلاثة على طول لا واللي يغيزك ايه الثلاثة دي في خلال 25 دقيقة انا عايزة اخلص انا لسه بقى عاد ارغي واروح ريومونتاد وتجب لي جون وات لا 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 خلص يا عم هالند فجون ستونز بيحط له هدف المدافع ثم يأتي هالند ويجيب هدفين على السريع كده بسم الله ربنا يكون فعون اللي هيعمل ملخص اهداف هالند هذا الموسم تقريبا يبقى 45 دقيقة هنا سيتي بيعرف ارسنل ازاي يكسب ازاي يريح نفسه ودماغه بدري بدري ليه لما تلاقي مثلا اي ناتشو قرر يجب لك هدف شرفي في الديئة 75 سيتي تمام اللي هو ايه احنا شطبنا والله كان فيه خلص الراجل خلاص عنده ثقة بعد الثلاثة ان انا قفلت بدليل الاربع تغييرات اللي عملهم بداية الشوت التاني خلاص خلاص انزل يا اكانجي انزل بقى يا عم بالمر انزل يا الفاريس وانزل معهم يا كلفن يا فيليبس في نص الملعب بس سيدي واخدنا نقاطنا واخدنا مكسبنا والكلين شيت والتلاتة زي اي حد ومبساطنا وكل عاجة زي الفل وقعدنا نضغط على ارسنل واستنينا نشوف العسل هيعمل ايه وخلي العسل في الاخر لانها مسكرة قوي في لندن دلوقتي فتلاقي ان مفيش حد ناجح تماما توتنهام بتشيل ابح من بوردموث ففريق توتنهام بعد اما تقدم بهدف لسن على فريق بوردموث بيستقبل هدفين عشان يتعادل في المباراة في اخر الدقايق عن طريق دانجومة ويستقبل الهدف الثالث في الوقت بدل الضايع توتنهام اللي مش بس بيضحي بكونتي لا ده بيضحي بمراكز دوري الابطال وقريب جدا هيلاقي حتى مراكز اليوروبا ليجي المؤهلة هيتاخد منه من برايتون برايتون اللي ممكن ننتقله في مباراته امام تشيلسي وهو على بعض قطوات من انه هو يلحق بتوتنهام في المركز الخامس صحيح هو مع وهنا تبص على طول على نادي تشيلسي اللي كان بيلعبه وقدر يفوس عليه بالاثنين واحد خارج ملعبه ومش بس المقارنة هتكون مع نادي توتنهام لا ده تكون مع تشيلسي المنافس اللي كان بيلعبه في المباراة اللي كل ادارة فيهم تبص عليها وتشوف قرار خاطئ وقرار مليون في المية صح ازاي ادارة نادي برايتون قدرت تضحي بمدربهم جراهام بوتر باربع نجوم للفريق ابرازهم موباي المهاجم بسومة في نص الملعب تروسارد لأرسنل وبين وايت المدافع ايضا لأرسنل اما الناحية التانية فبتشوف كمية اللاعبه وانهم خدوا نفسهم جراهام بوتر لتشيلسي ولكن كل ده راح في الوباء ففريق في المركز الحداشر ولسه هنشوف بعد المتشاط اللي تلعبت هيوصل للمركز الكامل وفريق بامكانيات ضعيفة جدا بنظام بمدرب اتعوض زي ديزيربي بيعمل معاهم موسم للعمر فبعد اما بيتقدم اللاعب كالجر في الديئة 13 ويفتح المباراة لتشيلسي الا ان داني ويلبك بيقدر يتعادل لنادي برايتون وبيخش اللاعب انسيكو يحرز الهدف التاني في الديئة 69 عشان يهدي برايتون التلات نقاط كاملين اما استون فيلا فبيضرب نيو كاسل ضربة مفاجأة ليه غير طبيعية ولكن اللي متابع قناي امري مع استون فيلا ممكن ما تكونش غريبة عليه فبلفوز 3-0 امام نيو كاسل اللي بيدرابه ضربة بيخلي منشستر على طول بعد فوزه على نوتنجام فورست تيركب مكانه في المركز الثالث وينزل نيو كاسل للمرتبة الرابعة فبيحصل شوية قلع عند نيو كاسل ولكن يبقى هدفين من واتكنز وهدف من جيكوب رامزي مخليين شكل اوناي امري مع استون فيلا فيه مشروع رائع وهيبقى مرعب الموسم اللي جاي ومش بعيد تماما يفضل منافس حتى نهاية الموسم انه هو يخطف مركز من برايتون المؤهل الى ولو دخل اليوروبا ليج لا تلومنى الا انفسكم فالبطولة السهرة الجاية محجوزة لقى ستوب فيلا مع اوناي امري اما عن منشستر فبيفوز بهدفين خارج الارض على نوتنجام فورست بنتيجة مريحة هدف لانتوني وهدف لدالو في نهاية المباراة ايضا ينهي الماتش بشياكة وبكلينشيت مدحكنيش غير مجوار مجوار يا جماعة كون بيلت مصايم متحركة من الازين الواد نزل في الماتش بتاع اليوروبا ليجى امام ايشبيليا على طول لبس نفسه هدف عكسي خلى ايشبيليا تتعدل في اخر الدقايق ويلبسهم مباراة حسيمة نزل النهاردة اساسي الرجل في اول دقتين كان هيتصبب في طرد ولولا الحكم تعاطف معه وداله انزار بعد اما الرجل كان رايح انفراض يخرب بيتك يعني انجاز في حد ذات ان انتو تطلعوا بكلينشيت في وجود هذا المصيبة طبعا انتو مستنين فقرة ارسنر واستهان ما كنا يا جماعة انشغلنا بالحلقة وفكيت شوية معاك وروحنا بعيد ولكن ليها كلام عمال استخبه وعمال اقول مش هتكلم ولكن طب ليه يا جدعين طب ليه طب انا ما هو انا من ده هموت والمصر الشريف انا ليه قلبي بيحزن ارطبت قلب وم بيحرقوش زي ما انا قلبي بيحرقني كده ومش متضايق اكتر من الكومنتات و تويتر اللي مقلوب والستوريز اللي عمالت تتمنشن فيها اللي اخرب بيتك على بيت ابنك ساكونيا اللي ضيعنا بقيت انا انا اللي اهرني اكتر عارف لو خسرنا ماتش اسطن فيلا تاع جورجينيو ده مكادش بقى تيجي بتاع نيلسون في بورنموس ليه ليه بتاع مفيرة كده ولكن نيجي امام ليفربول بنفس النتيجة بنفس اللي حصل الاسبوع اللي فات هو هو قدامها واستهام واللي غايزني اكتر اني متعلمتش الدرس عارف اللي هو ايه انتهى الدرس يا غبي انا النهاردة كنت الغبي بعد الهدفين الاولانيين اقسم بالله بتاعتها ريح ايه في الصيام في السرير النهاردة اللي هو ايه ده ماتش ساهل الحمد لله هنكسب التلات نقاط خلينا بس نشوف قزمة السيتي ليه جدعان كده ده واستهام بتغبط اسطنات ده واستهام اللي تعبان اكتر منك وعندها يوروبا ليجي انت بتلعبش انت بتلعب من السبت للسبت النهاردة واستهام دي لعبة الخميس وتحسوه من النهاردة ركبين عليك بعد اما كنت متقدم 2-0 بتنزل اول الماتش تعملك الدخل على الحلوة بتاعتك وابراهيم لابيض ولبس هدف من خصوص 3 مباراة للتواري الراجل بيرجع بعد الاصابة بأهداف بسم الله من بين وايت المتقلق ناحية اليمين مارتينيلي بيخش يرفع لك الاوفر المتين السحري اوديجارد بيخش في اعزم مواصمه ويخلص وعشم يا موريسي وتقلب بقى ان انت خلاص لا ان السنة دي مش هنعديها كده فارتي فارتي اللي كان عاملك موسم العمر يجي يعملك غلطة ما يعملهاش مش لاقي مدافع اوصفلك بالحلل اللي فارتي عام تفاعل به ثالث ابتدائي الراجل بيغلط مش واحد بينافس عالدوري تماما بيلبس روب هولدنج طبعا في مقزك روب هولدنج على قده نفس غلطة مين نيكاتيا اللي عادت تضغط عليه عايزك خصوص عايزك خصوص لحد اما فرقع منك هو مش خصوص وده مش صليبة هيديك مطش مطشين وعملين نقول تماما رايز اللي هوب نستحمل مع اللونج رن عرب البالف بيدرب وهنا تاخد بالك من الكواليتي بتاعت السيتي وكواليتي بتاعت ارسنال البديل على طول عامل ازاي هنا بيغيب جريليش ينزله على طول فودن هنا انت عندك بوتس دروب روب هولدنج بينزل بدل صليبة فاتفضحت فيخش سعيد بن رحمة بعد ما كان متسبب باساسي في الهدفين اللي دخلوا فيه النهاردة وكان عامل غلطات ولكن بيعود بضرب الجزاء عليك يخش يحرز لك الهدف الاول والجمهور يقولك ايه احنا شوفنا المطش ده الاسبوع اللي فات يلا بقى وملعب لندن ستيديم بخمسة وستين الف متفرج يشعللوا الدنيا وانت تتوتر بنفس المشهد اللي حصل الاسبوع اللي فات وانا توتر معا في السرير واقول اخا هي كده مكتوبة قوي شكرا لا ده المطش حصل في ديجافو لدرجة ان ضاعت ضرب الجزاء برضو ولكن مش من الخصم منك انت بقى قلت لأ انا اكمل محمد صراع ضيع في دي انا اخش ضيع ويأتي بقاي وسكة في لقطة مهمة جدا في الموسم خلصنا يا عم سكة بقى و3 واحد وريح الدنيا بقى وقفل المطش بقى مانعتش بقى قلبي حاسسها قلبي والله 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 ده خيبني ايه داخل يشوت كده الوقت ده بصته بصت نهاي اليورو امام ايطاليا مع انجلترا هي البصة اللي فيها غمزة دي وهو داخل اللي هو ايه فيه ضغط ضغط واضح انه هو محطوط على ارتدتا واللعيبة وهم حاسين بايه ست ضربات جزاء قبل كده بيشوتهم بشكل مختلف تماما ما ضيعشه ولا واحدة بقاي وسكة اخر كرة ضيحة هي الكورت النهائي في اليورو اللي انت فكيرها دي فالنهاردة الراجل محطوط على المشناء ضيعت الدور يا سكة ويلا نعدم الوقت انا ضد ده وضد ان النهاردة كنت تختار اوديجارد ولا خصوص يخش ويلعبوها كل ده جماعة كلام هكس هو المسدد الاول اول اللي يخش يشوته صح ولكن خلق ايه يا ربنا زي ما اداك كده بسحب منك التوفيق الوقت ضيع في خلال اربع دقائق كنت مرضود عليك الهدف التاني من بوين وبقيت ايه طب يا رب اطلع بنقطة يعني ايه بص الطموح يا اخي يا رب اطلع بنقطة بعد اما كنت كسبان في اول عشر دقاية اثنين صفر بتعملوا فينا كده يا اخوانا النهاردة فيه حاجات اللوم فيها على ارتدتا وحاجات ملومش فيها ملومش فيها زي ايه زي غياب زيتشينكو النهاردة وقت زي زيتشينكو مفروض في الملعب كان حس بالموضوع ده كان هبطلك جدا الدنيا واحد زي جورجينيو كان مفروض ينزل بدري عن كده بكتير النهاردة حتى المخاطرة ما كانتش موجودة عند ارتدتا الراجل خايف وده واصل جدا بتغييراته اه غير تروسر بور جورجينيو عديها سبعين ولكن انت منزللي نهاردة نيلسون ونيكتي اوفيرا عديها الى 85 ولا 90 احنا نهرج النهاردة بكل بساطه روحت مسكة الدرع كده مش اديته للسيتي انت رميته في الارض للسيتي ليه يا ابني ليه بنضيع حاجات مش مفروض كنا نضيعها كنت احق بالمطشين وده اللي غيزني وده اللي مضيع السيتي اقوى والسيتي ممكن يكسبني عادي انا نفسي من اول الموسم بقولك انا مضيع السيتي ست نقاط لما تكلمني عن المواجهات المباشرة على ارضي او في الاتحاد ولكن مضيعش نقاط بقى في وسط هام وليفر بول في الانفلد وانا متقدم عليهم النهاردة للأسف ما كنتش عايز اقولها ولكن بتحس بشخصية البطل اللي بتتساحب منك وبالخبرة بتاعت البطل وهي دي اللي بيتكون منها الشخصية اللي احنا بنتكلم عليه النهاردة فكرة الفريق اللي ما بيتهزمش في اخر شهرين ثلاثة هو اللي بيعرف يفوس في الاخر اللي بيتحمل الضغط اللي عنده لعيبة لو مهما مين اتصاب عنده بينزل البديل يقدي بنفس الشكل النهاردة انت بتعاني بده النهاردة انت بتعاني بالضغط اول ما حسيت انك واقعت نقط امام ليفر بول وابتديت نزيف النقاط امام واستهام اللي مكانتش خالص من حسابات ماتشاطك الصعبة اللي بتقول عليها كنت بتقول برايتون ونيو كاسل وشيلسي والسيتي واقعت من بره دول فالنهاردة على قرطيتها حاجة واحدة النهاردة انت مش بتتكلم في مستوى لعيبة انت كلعيبة تضحن واستهام الماتشة كان رايح لسكة 4-5-0 ولكن النفسية اللي لازم نميقنع بها لعيبة ارسنل ان انت ما زلت متصدرا الدالى والمناسبة حطلنا عام مسعيد الشعاردى اقرب يروح قوي اهو الشعار ده اللي لازم ارزبتا يوريه انت لسه اربع نوقت والسيتي عندها متش مؤجل مع برايتون برايتون اللي بتطلع نار من بقها ما تقفش بقى أمام السيتي حتى لو قفده شيء متوقع ولكن انت لازم تعمل اللي عليك انت النهاردة تاني هقولك حسابيا هي ما أثرتش كتير على فكرة انت لازم تروح تكسب السيتي هناك خلاص ما بقاش ليك حل تاني هل دي حاجة مستحيلة لا مش حاجة مستحيلة خصوصا في موسم زي ده خصوصا بنشغال السيتي جدا بالكاس وبدوري الأبطال اللي شكله مكمل فيه ومربنا يوفقه يا رب ولكن الموضوع بنسبة خلاص 20% بالنسبة لك و80% للسيتي كلنا شفنا فريق ليفر بول المرعب اللي بيعاني في نفس الوقت مع الموسم مع فريق منشستر سيتي اللي نفسه تحت الميا بيقعد كتير قوي قوي عن أي منئدم طبيعي في الآخر أقدر أقولكم ان الكرة دي حاجة غريبة والله العظيم لعبة لعينة وجميلة وممتعة ومتفهمهاش ليه لأنك لو قعدت تقنعني يعني ألاف السنين إن أنا النهاردة وأنا بتكلم على تأهل رسمي لأرسنل إلى دوري الأبطال حتى لو فضل يخسر حتى نهاية الموسم وإن أنا هبقى بقولها وأنا متضايق الجملة دي عشان بنافس على الدوري فده شيء يعرفك مدى طموح الجمهور بيتغير إزاي مع الموسم ويمكن ده اللي خدم أرسنل السنة اللي فاتت عشان حلمت بس إنك تكون متواجد في الطوب فور فأنت فشلت في ده وتلعت برا التارجت بتاعك أما السنة دي اللي التارجت بتاعك عالي وبقيت بتنافس على الدوري ولسه لحد دلوقتي إنت متصدر بقيت ضمن الطوب فور قبل ما الدوري ينتهي بتامن أسابيع وعشان كده مش هخلي حاجة تنكد علي مبروك لجمهور أرسنل عملنا موسم عظيم لسه الدوري مخلص لسه عندي أمل ولسه ناس كتيرة جدا أرسنلوي بيكلموني بيقولوليا موريسيو إحنا حسنها هدي أحصل مفاجأة السنة دي ولسه الموضوع في أرض الملعب قولولوا لأنتوا يا رزيحة هل شايفين الموضوع انتهى ولا لسه في أمل ولسه الدوري الإنجليزي مفيش كبير على أي حد إنه ممكن يخصر فيه ولو الحلقة عجبتكم يا ريت تعملوا لايك تشاركونا في الكومنتات ما تنسوش تشاركوهم سابقة العيب عايزينكم ما تشرفونا يا جماعة على الأسبوع ده تابعونا على كل مواقع التوصل الاجتماعي وكفاية يا رزيحة هاوي لحد كده مشاش دوري؟ حتى أنت عم سعيد؟ حتى أنت بتقولي فعش دوري؟ أنا عارف إنه مستحيل بس ما ينفعش أقعه قدام الناس أنا صريح مع نفسي لما يموت أنا هفضل مستدين حتى عم سعيدة إبتل حلقة أنا اللي هموت عم سعيدة إبتل